في أدب مع ربنا سبحانه وتعالى مسألة بقى الناس تكلم مع ربنا و ربنا وقف معايا و انا مش على كف الرحمن ايه كف الرحمن ده عرفت منين ده حضرتك ان يوصف الله بشيء احنا مجلناش اه يا ساتر يا رب استغفر الله احنا كلمات لازم تتصحع اه ربنا وقف معايا ايه وقف دي اه يعني ربنا بيكرمنا بكرمي اه ربنا يحفظنا اه اه ربنا احنا احنا مع الله عز وجل ان الله مع الذين اتقوا و الذين هم محسنون ما تقدرش تصف ربنا الى بما وصف الله به نفسه اللي النبي علمه لنا اللي القرآن علمه لنا يا مجد ما يجيش واحد كده منتهز البساطة يعني كده يا رب انت اكدع رب شفته في حياتي لا مش كده طبعا الرجل جميل و نيته حلو بس لازم نضبط كلمتنا مع ربنا سبحانه وتعالى ده انت لما بتبقى احنا لما نبقى في حضرة مشيخنا شيخنا الأجلاء الواحد بينتقل كلماتهو بيكلم شيخه و مايقعدش ايده طالع نازلة كده و انا بتكلم قدام الشيخ ولا قدام والد الله يرحمه و قلنا لا ابقنا لا نهش ولا لا نقدرش نحترم انفسنا ها و ربنا قلنا في القرآن و ما قدر الله حقه قدره عشان كده حبيت انه حط بقى نكمل موضوعنا نقول ايه و ما نقولش ايه لانه فيه جمل على ألسنة الناس هذي تخالف العقيدة جملة غلط كلمة غلط بنقولها ما ينفعش نقولها ايه ما تحبكوهاش لا احنا بنتعلم اهو انما العلم بالتعلم و الاعدين يهزروا و ناس تهزر كده بجمل ما تتقلش لقى فلان فين ايه يا هاتيه بيأكل رز بلمر مع الملائكة الملائكة بتاخدش رز الملائكة بتاخدش رز بلمر حضرتك الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنسلون عباد مكرمون لا يعصون الله ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون ما نخدش في مسألة الغيبيات و نقعد نتكلم حاجات كده بقى و الناس تقول نكت نكت في القبر و الموت و ايه يا جماعة ده و لئن سألتهم لا يقولون انما كنا نخوض و نلعب قل ابي الله و اياته و رسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم